تنک تنک تنك تنک تنا كتا 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 تن کا تنک تا كتا 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 غربت عليكم فلان packed 23 غربت عليكم فلان قريب يا فرطة قريب قريب مرحبا بكم وصحبه العافية رجعنا ثاني ويا بغتنا برجعتنا لكم لأن احنا مخصوطين جدا انو موجودين معاكم وثلاث مختلف وثلاث جديد وربنا يعين الناس اللي ما بحبونا ديكم وصحبه العافية قربت عليكم من جديد الليلة موضوع مهم دائما برويقلي الموضوع الليلة بقول موضوع مهم في النهاية بيطلع موضوع عادي لكن موضوع الليلة والله ما عادي فقد كانت السوشال ميديا المرة دي ده نتكلم حاجة بتيمنة في سلوكنا قد تكون حاجة بسيطة لكن عندها معنى كبير يخونا نكون بصراحة نخد الموضوع بب كده انت فهمتاني حنخدت الموضوع ونتكلم عن انه يا اخوانا ما قاعد نشكر بعض صلاحة؟ لا يعني ما قاعد نقول شكرا لي بعض ما في شكرا شكرا دي ما في يعني شايفيننا حاجة عادية دايما اخدينا الشعار بتاع لا شكرا على واجب انت فهمتاني عندنا دايما القصة بتاعت اخش شكراه قدامه منبزه انت فهمتاني وعندنا الشكر معنى مرسق عندنا كده عن عماتنا بقول لك عادي يا الله يوم شكرك ما يجي دايزة حبتك طبعا عادي يا الله يوم شكرك ما يجي يعني شكر دا حاجة كحبة عندنا اعتقاد نحن نشوفه انه زول بشكره دا ما ما نكويس وقال لك يعني هنال شكره رقد انت فهمتاني هنال دي طبعا الناس عارفين المسأل ما دارا اقوله في التلفزيون وكده بتاع لكن الناس عارفينه طيب شكرا كلمة جميلة وكلمة بتاعني حاجات كثيرة لكن احنا بنستخدم استخدامات غلط تعالنا شرح الموضوع بسيط في ثلاثة اربع نقاط عشان ما اتكلم كثير النقطة الاولى بمعنى شنو انا جيت لي بتاع الدكان دايرين صلصة دايرين طماطم دايرين عادسا مهم الحاجة اللي قاعدة في الدكان دا قديت القروش وشلت الحاجة اللي انا عاوزها سيئ انها صلصة فهمت افهمتاني جات هنا لا بقوله ثاني انت فهمتاني كويس سيئ انها صلصة الصلصة دي قاعدة كده شلتها ومشيت طلعتها لا بتقول له شكرا بعد تديه القروش ويديك الصلصة ولا هو بقول لك شكرا بعد ياخد منك القروش يعني شكرا دي من ثقافتنا مارك ما عندنا شكرا شكرا دايما مستخدمة في حتة الاحراجات لاحظتها الفكرة بتاع الشنو بالنسبة لناس الكبر لما يحب ابوك يسكتك او عمك او خالك او زوال خمير يقول لك انت بتكلم كثير قولك شكرا 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 يعني اسكت شكرا بمعنى اسكت انت فيهمتاني طيب بالنسبة للشباب يعني شنو تكون بتشاكل معين انت عملت وانت سويت وانت فرنت وانت بتاع امشي يا غبي يقول لك شكرا لك انت فيهمتاني يعني شكرا هنا جايما شكرا على الحاجة الحلوة اللي انت عمتها شكرا رد كده دبلوماسي البنات ديل طبعا البنات لاحظتوا حاجة اذا تلاقوا الاتنين مع بعض وصاحبات علاقته نسمحة مع بعض وين يا هنايا وين يا غايتو امشي يا شينة يا معفنة يا معولقة ليه ما بتضرب ليه طبعا دي العلاقة لبيناتنا الحلوة العلاقة مما تبقى كعبة عيني هنا يا حبيبتي شوفي يا حلوة يا عسل شكرا لك انت فيهمتاني ابقى شكرا ارتبطت عندنا بجوانب ما جميلة اللزة الناس بيقولوا شكرا للأطفال ما بقول لك شكرا بقول لك شطلا شطلا في ناس كبار برضو بقولوا شطلا انت فيهمتاني شكرا بتعطى الاطفال عندها معنى وعندها جميلة لانه الاطفال لحد اسم الشوهوا هم الوحيدين اللي بقولوا شكرا بشكل جميل اتمنى يكون في شكرا في حياتنا اتمنى احنا نشكر بعض على الحياة الحلوة اللي بنعملها لبعض وقعد نقدم خدمات لبعض وان شاء الله يوم شكرك ما يجي ان شاء الله كل الناس اللي بنحبهم يوم شكرهم ما يجي لانه يوم شكرهم دلما نجي بشكرون بحاجات هم اصلا ما كانوا بيعملوها يعني حاجة كده بطان شديد انت فهمتري طيب خلينا نسأل سؤال ونمشي نشوف ناس عنا القاعدة كده عمل فيها حلال بلد الليل طيب خلينا نسأل سؤال وانا ندارى بقى جادي 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 ثاني حقوله خلينا نسأل سؤال مهم شديد وانه لين احنا كسودانيين ممنشكر بعض وليين شكرا في ثقافاتنا موجودة نتابع المحطات الجاية ثم نعود تانك 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 حالة عارف بالنسبة شنو لكي ما عارف جميل إنه زول ما عارف بالنسبة شنو لكن ما عارف يعني ده كلام جميل يعني انت ما عارف الحاجة وعشان كده ما التشرح فيها صح دي برضو غاموس جميل والله بيدلل على إنه نعم باضو لا أنا ما عنده الزوق يا سلام ده كلام جميل لانه ما عنده زوق صراحة واخوانه ده عنده علاقة بالزوق والرغية زول يكون راغي يكون عنده كده زوق حبة زول يقو أعمل لك حاجة أقول له شكراً أو شطراً أنت في المتاني شأن الناس يلما عنده ونزوقوا بتاع المشاكل شأن الناس يلما عنده ونزوقوا بتاع المشاكل وإن شاء الله ربنا يبعد عننا المشاكل وما تحصلين مشاكل في حياتنا ومشاكل كثيرة خلت نحنا وإنتو نكون بلدين مختلفات ربنا يدوكم الصحة والعافية أنا والله جداً سعيد بالشباب سايمون وبوشرة وويليام الثلاثة ديل كانوا معي وحقيقة قدموا حي جميلة وشكرون يا عمر يا خلينا نحيون هنالجنويين الجميلين بينا لانو الناس ما عنده زوق كلام مختصر لانو الناس ما عنده زوق كل ما عملنا بزوق كل ما كانت القصة عندها علاقة بالزوق شكراً والله يا اخي الناس بيضريقتم بغايتو أنا وبيقول شكراً سلام دي اسم المسئولية الفردية كلو زول بيطريقتو يعني فيه ناس بيقولوا شكراً وفيه ناس ما بقولوا شوق وفيه ناس بيقولوا عفواً لكن انت راغي لأنك انت بيقول شكراً كلامك صح الناس يعني ما لا يشكر الله لا يشكر الناس هي ما كده هي ما لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن نحن نعتبر إجابة صحيحة يحق وإنه الناس تشكر بعض في كل حاجة يحق لكل الناس إنه تشكر بعض في كل حاجة وده الكلام القبيل حتى لو فيزول عملك حاجة قابا قول له شكرا انت فيم تاني الله يحتمال لعشان ما عندنا نوقت خلاص ديل موقتنا مليان فول كده ما فاضين يه شكرا يعني حاشين شكرا ثانية كده ثانية لأنه نحن يعني لو مثلا زور قدم له قدم له خدمة أنا رب أعطره إنه كانه دي واجب يعني واجب تجاه يعني الزورة اللي بيقدم الخدمة المفروض ما تكون واجب المسألة تكون عندها شكرا أو شكرا والله عدم معي وقيل السغافة يعني دي كلام مخترم شديد يعني الشكرا وآسف دي دي حاجات جميلة جدا لكن في ناس بيقول لك ما بينعتنا الحاجات دي لكن هي ثقافة المفروض نتعلم ونمشي بها قدام والله طبعا والله طبعاкт دي بعدها بيجي كلام مهم نتابع بحس لو شكارتك كان ونقصوا فيني يعني ليه بتحس اللي إحساس بايخ يا يخليه نقصي فيك هي شكرا ما بتقلل مننا أيا حاجة أنا بحس لو شكرت زول إنه ما نقصي فيني لأنه شو أننا شوية تقبانين يعني صعفية دي تعبانه عندنا تعبانين ما في كلام اقتصاديا أنت تفهميته. كما يعني دعو brethren من الآباء. إنه أفنا يعني إنهم لا من حنا. يعني كلنا ما منع طبيعه حاجة يعني. يعني كلنا يعني ما منع طبيع حاجة كلنا يعني. لأنه نحن كلنا في مكان صحيح. بدا. لأن لكرم صفه من صفاتنا. 앙وة يعني زول قدم لنا حاجة يتعتبر كرم منه. ولكرم صفه من صفاته. ومتعين على شكر. برضو ديمو لاحظة ممتازة جدا بتميز الشعب السوداني. لأنه ما عندنا سغافة احترام الشخصي للآخر. لا يا هنا يا جبتاها كبيرة ما في قصة احترام. احترام شنو القصة يعني شنو شنو شكرا على حاجة قدمه لك. ما ما في احترام لكن فيها زوج. ده الموضوع مهم بصراحة وموضوع كبير بلين ما بنقول شكرا وشكرا مهمة وشكرا ديمية لخالص. لكن دارين ازيد من الاراضي. لكن الناس كلها اختصرت الموضوع في انه محتاجين ليزوك شوية يا ريت نبقى مثقفين ورائقين. طيب في غاموس سوداني كلماتنا برانا حقاتنا برانا وحاجاتنا برانا الليلة حنتكلم عن كلمة مهمة جدا اسمها بردلوب. كلمة بردلوب معناها السقوط من اعلى الى اسفل كده. دكرة عن كلام مثقفين كده. طيب لكن هي تخلمة بتعني زول وقع في كده وبعداك الناس عملتها زي موسيقى تصويرية وكلام النوع كده موسيقى تصويرية. الكلمة تقالت في العام الف وتسعمية اربعة وستين. عام 1964 اتقالت في مدرمان حياء عام درمان الجميل العاصمة الأنسى. ناس عام درمان الناس الحلوين الراغين. ناس عام درمان اللي هما المنطقة بتاع العباسية الموردة العرضة والنباوي والدرو أبروف وبقية المناطق الماذا قرناه ما يزعلوا مننا. كويس عام درمان القديمة كل الناس بتعريفها ما دارين نعرف الليلة. لكن في العام الف وتسعمية اربعة وستين اتقالت الكلمة دي وكان دي ثقافة ناس عام درمان. ونقلوا ثقافة للعالم كله اللي هو العالم السوداني ما العالم البرة. لانه بردولوب وردولوب كلم حقيتنا نحنا عشان ما اتكلم كتير. الناس بتعرف شنو عن وردولوب. لا زول وقع لا ما عارف لي بس. هايوة زول وقع لكن ما عارف هيها. زول وقع لكن الوقع شنو ما عارف وهي خجرونو مين داري فعليون الحالة. الوقع يعني زول وقع والا. زول وقع ولا بعدا. قام نتنفط بس المسألة دي كده بتاعنا ٧- او جتادي ا Alexander. وقعتحت غ Taith لا وقع من وقع تادي على ما بقع فوق وبقعتحت جأثة。 وقعتحت خرج يا زايمون. زول وقع او ردولوب، دي كلمتي زات اللي أنا قلتها زول científic. يعني ده تفسير الماء بردولوب ‫انت فيمتني? بلغة البتاع وقع. لغة البتاع انت فيمتني. واللغة العامة انت فيم تاني واللغة السودانية في غاموسنا أردلوب أردلوب وقع في الخور أردلوب وقع في الخور يعني البيقع في الخور ولا البيقع بر طيب لو وقع في الخور دي تعتبر أردلوب لو ما وقع في الخور تعتبر صغوط ولا حي تانية ياهل وقع زاتا ياهل وقع زاتا ده كلام منطقي ياهل وقع زاتا يعني سواء كان في الخور ولا بلالخور ياهل وقع زاتا الخور انت فيم تاني أردلوب دي السقوط يعني صوت شديد. والله لفظي خيالي. ممكن تقول لي وقع مسلا يعني. لفظي خيالي. حاجة فوق كده. فجأ. وقع. كلام سمح. بردلوب يعني وقع. شكرا لك. وقع. بب. بردلوب يعني وقع يتكسر. يخلي يتكسروا. يعني زول اللي لا يعني عسكا ما تكسر. ما يصيما وردلوب يصيما وقع. وقع. بردلوب معناه وقع. طيب اخوانا خلونا نتفق اتفاق مهم شديد نتركز معاي شديد انه اردلوب او بردلوب موسيقى تصويرية لكلمة وقع. بردلوب يعني وقع يتكسر. الناس انا مصر على كسير لشنو يا اخوانا وقع يتكسر. يا اخ بردلوب دي معناه وقع. ما في داعي يتكسر وان شاء الله كلنا معناه يتكسر. انت فهم تاني? وقع يتكسر. مختصر. وقع يتكسر النادي متفقى. وقع يتكسر. ان شاء الله يتجبر. انت فهم تاني? يعني خبط الارض. طيب اخوانا الفغرة الجاية كده فيها خيال. وخيال سمح. تخيل انت نايم. وفي ناس بيشخروا. انت فهم تاني. المهم انت نايم صحيت من الصباح لجد عندك جناحين كبار. حطير تمشوين. نشوف الناس. اطير سماء اي محل. اطير سماء اي محل. اطير سماء اي محل. والله ده كلام كويس زول لما اطير في السماء بيكون في محلات. لكن الا اي محل ده اللي في السحاب. انا اطير نمشي فرنسا. امشي فرنسا. يا سلام. وما ادراك مع فرنسا. فرنسا بلد. انت فهم تاني. انا زاهر ما بقدر امشي مصير. اطير اللي في السماء. اطير اللي في السماء والله تطير احسن لك تطير في السماء وما تنزل لانو الارض بقل. انت فهم تاني. ما حتنزل كله كله. او بنزل. اول اك تنزل لو نزلت حتقع بردلوب. اي جناحين دي انا ماه ده اي راطير. ل Locum تيطير بيجناحين. يعني شنو يعني ماه شنو يعني ما فرنسا بيجناحين. لو ما في في جناحين هتطير بالطيارة الطيارة ما عليش هكي بجناحين دي الوقع بردولو بحارة صح والله لان ممكن تدعب لكني تعارب برضو الطيارة ممكن تكون الوقع قاتلة انت فهمتني ما طير طير وارتقع بردولو بوقع ياخنا ما عرفك زاتي تقعد تقول في المسأل ده ما طير طير وارتقع انت فهمتني الله لو قام الجناحين ماخدتهم في المتحف احلى اجابة لاجابتك الله يحلق في الفضاء ممكن تبقى رجول اطفاء ملاحس الله بس حارتاح من المواصلات دي اكبر فايدة جماعة للجناحين انها بتريحك هنا يعني هست من هنا ممكن يعني انت من الرياض تمشي الكلاكلة ومن الكلاكلة فجأا فجأا تلقى نفسك فين بدا انت فهمتني ممشي باريس باريس شارع الشانزلزي محل العطور وهنا العطور كلها انت فيهم تاني بيتنا احسن حاجة والزور ما بيرتاح الا في بيته نخصم بالله ما تقول اي حتة تانية انت فيهم تاني امشي البلد يا سلام دي الحاجة الجميلة اللي عندها علاقة الناس بترجع لجزورة ولا اصلا يعني لو قاموا لجناحين حتمشي البلد بلد كن وين لو قاموا لجناحين حطير امشي النيل ابيض يا سلام تحينا اصنين ابيض تعظيم سلام البلد الجميل ها نمشي لعمرة عزة عمر اخصم بالله انا زي دارة عمر ان شاء الله انا امشي في طيارة واحدة ونجي سالمين وغال مين قولها مين امش بورت سودان بورت سودان جميلة شديد انت فيهم تاني انت فيهم تاني انت فيهم تاني البلد البلد نفس اللي جابة يا اخوان البنات دين ما حنينات الوحي يترجع لي بلدن البلد وين البلد العبيدية محل الدهب الله يمرو يقير روقة ما شاء الله انا بهلني شعب سوداني في الحلول رمضان وربنا قدرنا على الصيام والغياب بسم الله الرحمن الرحيم كشنو؟ من رمضان جمتين يا اهناي ده دمتين الكلام ده هزول دي قبتم من وين يا عمر انتو؟ كويس قرزونا التطيب يا اهناي اههه وغهو اهه هم زى ما منا نقول للناس يا اخي مفروض يكون شكرا misbieناتنا عبارة خلونا نعطبقها عليه قربت عليكم ونشكر ناس موسيقى enfermer انا حاب ب أشكر الساس جيميل وراجل زمين وحبيبنا والساس جهاد فأشكروه سديد جهاد عمل عمليه شكرا بمبادرة كويسة منه انو كان في النيلير الابيض ثالب لي بلاء وقال لي يا جيل وك ياخ انا بل عمليك استطلاع توري نيوب ورسلت لي وحقيا بالموبايل على هذا الحلغة وقام جاب لي إفادات شكرا جميلا جهاد على الحقيقة الجميلة اللي انت قدمتها غير جهاد كمان في ناس كتار قاعد يصيروا معنا ونحن قاعدين نقوم نعلق عليهم تعليقات ساخرة وقاعدين ندويرهم بالوقتنا السودانية البسيطة لتفهمتني لكن هم متحملين وفرحانين انهم معنا ونحن نشكرون ونقول لهم شكرا جزيلا خلونا نشكرون عن طريقتنا أو علي طريقتنا الخاصة عمر عامل حاجة جميلة خلونا نتابع جهات والناس اللي يمكن قدموا حياة جميلة نتابع نتابع جميلة نتابع جهات والناس اللي يمكن قدموا حياة جميلة كلما تشكرا عندها معنا كبير وكلما تشكرا بتقع على القلب بشكل دافي وكلمة شكراً حلوة وخليونا نشكر بعض ما شكراً عشان حاجة تكون فيها زعل بيناتنا ونقول للزول شكراً انت فهمتني خليونا بقدر الإمكان دائماً يكون الشكر بيناتنا شكر من أجل الواجبات الجميلة اللي قدمناها لبعض ولا شكر على واجب هي عبارة سودانية مستخدمة ولكن دارين نخلي شكراً ثقافة زي ما وصلنا للعالم إنه شعب السوداني كريم وإنه شعب السوداني طيب وإنه شعب السوداني محترم خلينا نوصل لهم إنه شعب السوداني بيشكروا بعض وصغافة شكراً عندهم جميلة حنقول لكم في الختام شكراً جزيلاً مقربت عليكم مقربت عليكم مقربت عليكم مقربت عليكم مقربت عليكم غريب يا فرد غريب غريب